السلام عليكم سامسونج جالاكسي اي ستنان وعشرون اهم ميزة مخفية تحتاج لتفعيلها الان لأهميتها الشديدة في هواتف السيسلح كل هذا واكثر سوف تشاهدونا وان شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل ابدا اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصير بسرعاني مئات الف مشارك فضل منكم واني سامرا بالضغط على زر الشراك وفعل زر الجرس واختر الكل او توت او all وايضا ارجو الضغط على زر تشكرات اذا كنت تريد دعم القناة تشكرات او تانكس او ميرسي وتابعوا الفيديو حتى النهاية هل يجب ان اقوم بتمكين حماية البطارية للحد الاقصى لشحن البطارية الى 85% في هواتف الاس 22 والاس 21 والاس 20 والاس 10 احدى الميزات الجديدة في الجالاكسي اس 22 هي البروتكس باتري والتي تتيح لك تقييد الحد الاقصى للشحن الى 85% لتقليل تأكل الشحن للبطارية انها في الواقع ميزة جديدة في الوان يو اي اربعا مستند الى اندرويد 12 لذلك يمكنك العثور على خيار حماية البطارية في جالاكسي اس 21 والجالاكسي اس 20 والجالاكسي اس 10 بعد تحديث الهاتف الى الاندرويد 12 وخلال هذا الفيديو سنعمل على توضيح كيفية استخدام هذه الميزة الجديدة على هواتف سامسونج وكيفية تمكينها وتعطيلها وايجابيات وسربيات تمكين البروتكس باتري وما اذا كان يجب عليك تمكينها والحد الاقصال لشحن البطارية الى 85% كيف تعمل ميزة حماية البطارية او بروتكت باتري عند شحن بطارية الليثيوم تقل او تقل كفاءة الشحن بشكل كبير عادة بعد ان تصل الى حوالي 90 او 80% من ساعتها التصميمية ربما لاحظت بالفعل انك بحاجة الى اقل من 20 دقيقة لشحن بطارية الجالاكسي اس 22 من 0 الى 5% لكنك تحتاج الى 4 دقيقة او اكثر لشحنه من 50% الى 100% وهذا شائع لجميع بطاريات الليثيوم بوليمر تقريبا بالطبع لا توجد معايير كميات وعملية لقياس هذه الاختلافات لكن الاتجاه الحقيقي والثابت لذا فان تقييد شحن البطارية الى 85% سيقلل بتأكيد من تأكل البطارية لكن لا احد يستطيع اخبارك بمقدار التخفيض حتى الان عند تمكين هذا الخيار سيتوقف الجالاكسي اس 22 او الاس 21 او الاس 20 او الاس 10 عن الشحن بمجرد وصول البطارية الى هذا المستوى بغض النظر عن طريقة الشحن المستخدمة شحن كايبل او اليس بي او الشحن اللاسلكي نظرا لان معظم بطاريات الليثيوم ستفقد حوالي 20% من الساعة المصممة بعد حوالي 500 دورة شحن كاملة من 0 الى 100% في ظل الظروف العادية فقد تبدأ او يعني تبطئ او تبطئ البروتكت باتريا عملية تقادم عمر البطارية عن طريق تجنب شحن البطارية من 85% الى 100% كفية الوصول لهذه الميزة وهي كالتالي افتح الشاشة او شاشة الاعدادات في هاتف سامسونج الخاص بك ثم انقر على خيار البطارية والعناية بالجهاز ثم بعد ذلك انقر على خيار البطارية ومرر قليلا لاسفر وانقر على المزيد من ضبط البطارية وفي الاخير يمكنك تفعيل خيار حماية البطارية لتمديد عمر بطاريتك ويجب تعيين الحد الاقصى للشحن الى 85% ويمكنك ايضا تعطيل هذا الخيار من نفس الشاشة في الفيديو او علىها الان ما رأيك في هذه الميزة وهل كنت تعرفها ام لا شاركنا عبر التعليقات ولا تنتظر القناة وحبكم في الله ناع السلامة